جهود مكثفة بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أسبوع تخللته العديد من اللقاءات والاجتماعات لمتابعة العديد من الملفات المحلية والإقليمية المزيد في سياق هذا التقرير جهود مكثفة بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أسبوع على صعيد الملفات المحلية وعلاقات مصر بمحيطها الإقليمي في بداية الأسبوع شهد الرئيس السيسي حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية في استاد القاهرة وأكد في تصريحات له عقب مباراة مصر وزمبابوي أن تنظيم بطولة إفريقيا رسالة بأن مصر تتعاون مع أشقائها الأفارقة سلتنا من أول ما تولينا المسؤولية وقلنا أن احنا اهتمامنا بأفريقيا بأشقائنا بكل القرى وانتوا شفتوا حجم الحركة وحجم الجهد وحجم التعاون مع أشقائنا والتنسيق فاستضافتنا لهذه البطولة هي في هذا الإطار برضو نحن بنقول نحن دولة بتتعاون مع أشقائها وتعمل على هي توفر ما يمكن أن يتم تقديمه في بطولة زي كده كما استقبل رئيس السيسي رئيس موزنبيق بقصر الاتحادية هو أكد الرئيس في مؤتمر صحفي دعم جهود إعمار المناطق المتضررة من الأعصير في موزنبيق أؤكد دعم نسي لكافة الجهود الرامية إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة هناك كما أشيد بالإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة في موزنبيق لاحتواء آثار تلك الكارثة وتخفيف تداعيتها الرئيس السيسي أكد كذلك أنه تناول مع رئيس موزنبيق سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية لقد أجريت مع أخي الرئيس نيوسي مباحثات ثنائية مثمرة وبناء تناولت بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين بلدينا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وعلى صعيد الملفات المحلية اكتمع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير البترول ووجه بمواصلة العمل في أنشطة البحث والاستكشاف في مجال التنقيب عن حقول الغاز والبترول وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة كما عقد الرئيس السيسي اكتماعا مع وزيري الأثار والسياحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية لقوات المسلحة ووجه بمواصلة العمل بمشروع المتحف المصري الكبير وضمان إدارته وتشغيله طبقا للمعايير العالمية كما اكتمع الرئيس السيسي مع وزيرة الصحة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومحافظ برسعيد لاستعراض استعدادات البدء في تفعيل منظومة التأمين الصحي حيث وجه بضرورة التأكد من كفاءة الجوانب الخاصة بالمنظومة قبل تفعيلها وعلى الصعيد الدولي استقبل الرئيس السيسي رئيسة الجمعية الوطنية السربية مايا جيوكوفيتش مؤكدا تطلع مصر لتعزيز أليات التعاون الثنائي مع بلادها كما استقبل رئيس المبعوث الشخصي والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو مشددا على حرص مصر على استقرار الأوضاع السياسية فيها كما استقبل الرئيس السيسي نظيره الغني مؤكدا أهمية مواصلة تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين مصر وغانا الرئيس السيسي استقبل كذلك المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان مؤكدا حرص مصر على الاستمرار في تقديم مختلف صور الدعم إلى جنوب السودان ودعم عملية السلام هناك واستقبل الرئيس السيسي مفاوضة للتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة مؤكدا اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وفي إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ودورها الاقتصادي الفعال يشارك الرئيس السيسي في أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية وأجرى الرئيس السيسي مباحثات مع رأي وزراء اليابان حول تعزيز العلاقات الثنائية